باتت الأنظار متجهة إلى إدلب السورية تقارير تتحدث عن اندماج فصائل مسلحة في إدلب ضمن تشكيل عسكري جديد تحت مسمى جيش الفتح والهدف هو الاستعداد للمعركة التي يتحدث النظام السوري وإعلامه عن قربها في المحافظة التي باتت آخر معاقل المعارضة فما المصير الذي ينتظر إدلب وهل ستكون المرحلة القادمة اختبارا جديا وحقيقيا لضامني اتفاق أستنى لأسيما روسيا وتركيا لا طالما توجهت الأنظار صوب محافظة إدلب خلال محطات الصراع في سوريا كوجهة تهجير قصري لألاف المقاتلين والمدنيين حدث هذا في إطار صفقات أنهت حملات عسكرية للنظام وداعميه في حمص وحلب والغوطة وكان آخرها في درعا والقنيطرة المحافظة التي يوجد فيها أكثر من ثلاثة ملايين مدني وخليط من الفصائل المسلحة باتت الآن أمام منعطف خطر بعد تلويح النظام وروسيا بمهاجمتها واقع فرض على فصائل إدلب الاندماجة ضمن تشكيل عسكري جديد تحت مسمى جيش الفتح بحسب ما كشفته مصادر في المعارضة السورية التشكيل الجديد الذي يضم بين صفوفه مقاتلي الفصائل الوافدين من مناطق خارج المحافظة إضافة إلى هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا سيتولى مهمة التصدي للهجوم المحتمل لقوات النظام وحلفائه التي بدأت تحتشد في أرياف حلب وإدلب واللاذقية مهمة تواجه عقبات في ظل الانفلات الأمني في المحافظة التي شهدت عمليات اغتيال وخطف قامت بها خلايا نائمة لتنظيم الدولة فضلا على الانقسام الحاد بين الفصائل التي كثيرا ما دخلت في صدامات دامية وفي إطار هذا المشهد المعقد يبرز دور تركيا التي تشرف على منطقة خفض تصعيد في الشمال السوري وتنشر 12 نقطة مراقبة فيها تتحرك تركيا في أكثر من اكتجاه تدعو الفصائل إلى اجتماع في أنقرة لبحث مستقبل المحافظة ويحذر رئيسها في اتصال مع نظيره الروسي من أن أي تحرك عسكري في الشمال السوري يعني تدمير جوهر اتفاق أسنى اتفاق فرضته مصالح مشتركة بين تركيا وروسيا وإيران بات الآن على المحك بينما تستعد الدول الثلاث لعقد الجولة العاشرة من المحادثات السورية في مدينة سوتي الروسية مستقبل غامض ينتظر محافظة إدلب بين احتمالات التصعيد العسكري والتسوية ومهما كان مسار الأحداث فإن إدلب ستشكل امتحانا جديا وحقيقيا للتفاهمات والعلاقات التركية الروسية ينضم إلينا من اسطنبول العميد أحمد رحال المحلل العسكري ومن غازي عنتاب سعد الشارع الكاتب والمحلل السياسي أهلا بكم أبدأ معك عميد أحمد رحال ما حقيقة ما يتم تداوله عن تشكيل أو إعادة تشكيل بالأحرى جيش الفتح الذي يضم معظم الفصائل بما فيها هيئة تحرير الشام في إدلب مساء الخير تحياتي لك ولضيفك الكريم مساء الخير لكل ساذ المشاهدين يعني جيش الفتح كما تفضلت ليس بجديد هو أنشئ عام 2014 وكان من أولى ثماره أنه حرر مدينة إدلب ثم انطلق بالأعمال اللاحقة التي أزلت معسكر المصطومة وبقيت المناطق بأريحة وصولا إلى جسر الشغور مرورا بمحمبل اليوم أنا أعتقد أن هناك سوء بالفهم مما حصل في مدينة إدلب أنا حضرت الاجتماع الذي كان يتواجد به القادة إن كان أحرار الشام أو الزنكي أو بعض الفصائل الأخرى وهو لم يكن اجتماعا فيزيائيا بل كان عبر دائرات انترنت مغلقة الحديث اليوم عن غرفة عمليات هذه الغرفة العمليات نتيجة الظروف التي تحيط من الشمال وليس إدلب فقط لا غير يعني نحن اليوم أمام خطر يتهدد ما تبقى من ريف اللازقية في جبل التركمان والأكراد ما تبقى من أرياف حماة وسهل الغاب بالإضافة إلى جبل الزاوي التابع للأدلب بالإضافة إلى ريف حلب الغربي مع مناطق غسل الزيتون ودرع الفرات هذه المناطق التي بقيت اليوم هناك مخاطر شديدة تتهدد تلك المنطقة نسمع ما تقوله سبوتنيك نقلا عن مسؤولي الروس نسمع تصريحات نظام الأسد وآخر لقاء له صحفي قناة روسية قال من النذبية القادمة نعم أيضا هناك تهديدات إيرانية ونسمع أيضا بالمقابل ما يقوله الرئيس أردوغان وبعض المسؤولي الأتراك طيب عميد الحال نفهم من كلامك أن ما حصل هو تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الفصائل سؤالي لك ما جدوى تشكيل غرفة العمليات هذه في ظل وجود فصائل غير متجانسة وبعضها خاض معارك مع بعضها البعض في إدلب تحديدا يعني بالسؤال بطبيعة السؤال هي تنفي وجود جيش الفتح لأن جيش الفتح المكونات الأساسية له كانت هيئة تحرير الشام وكان أحرار الشام اليوم هناك قتال بين ما بين جميع تحرير سوريا وهيئة تحرير الشام وبالتالي لا يمكن أن يشكل جيش الفتح لكن اليوم أمام الخطورة التي تتهدد مدينة إدلب التي تتهدد الشمال المحرر التي تتهدد ريف حماوسة الغاب والساحل لا بد من إيجاد صيغة توافقية وجميع القادة الذين كانوا في الاجتماع وسمعتهم بنفسي قالوا نحن اليوم يمكن أن نتغاضى عن بعض التجاوزات يمكن أن نتغاضى عن الخلافات السابقة في مقابل تعهد بأن يكون كل القتال موجها ضد ما يتهدد إدلب ضد ما يتهدد الشمال المحرر على أن تتم تسويت الخلافات بطرق دبلوماسية بطرق سياسية فيما بعد سيد سعد الشارع هل تشكل إدلب بالفعل اختباراً للعلاقات التركية التركية الروسية نعم تحية لك والسادة المشاهدين ولذي فكر الكريم في الحقيقة هذه المنطقة إدلب والأرياف المحيطة فيها ضمن اتفاقية ما يسمى مناطق منخفضة التصايد التي جرى الاتفاق عليها بين الضامنين الثلاث لمسار الأستانة تركية وسوء وروسيا وإيران جرى إخضاع تقريباً هذه المنطقة تحت النفوذ التركي لكن يبدو أن هناك كانت تفاهمات مرتبطة بهذه الاتفاقية أن تتعهد تركيا بطريقة وأخرى على إخلاء هذه المنطقة مما يسمى بالتنظيمات الإرهابية والعناصر الإرهابية المتواجدة فيها وهذه ربما هي الذريعة الآن التي ترفعها روسيا وأحياناً إيران ومؤخراً حتى رئيس النظام السوري بشار الأسد أن ما زالت هذه المنطقة تحوي عناصر وتحوي مجموعات إرهابية يقصد بذلك هي التحرر الشام الحزب الإسلام التركستاني أو المجموعات القاعدية المنتشرة ويبدو أنهم يوجهون بذلك رسائل أصبحت الآن رسائل قوية ضد الأتراك أن هذه المنطقة هي تحت نفوذهم وأن الأتراك متغاضون بشكل كامل على وجود هذه المجموعات الآن الأمور على المحك بين الطرفين بين روسيا من جهة وتركيا من جهة أخرى تركيا تعتبر أن هذه المنطقة هي تحت نفوذها وقد نشرت فيها 12 نقطة مراقبة تحيط بها بشكل كامل والآن هناك تصريحات روسية أصبحت نوعاً ما جدية بدخول هذه المنطقة تصريحات التحركات العسكرية الأخيرة خلال الأسبوع الماضي للنظام في ريف اللاذقية تم نزع الألغام من مناطق كثيرة هناك تحشيدات عسكرية وصلت إلى المنطقة من القلمون تم سحب كثير من مجموعات ما يسمى الدفاع المدني إلى تلك المنطقة توضح أن هناك ربما ندية كبيرة بدأت ترتفع في هذا الملف بين روسيا وتركيا وبالفعل الآن الأمور على المحك بين الطرفين وهو اختبار حقيقي لحجم التفاهمات بين الطرفين وليس بأيضاً عن ذلك ربما حتى الوجود الأمريكي أو الدور الأمريكي نعم هل كما تقول نحن أمام ندية بين الطرفين بالطبع التركي والروسي أم أنه ممكن أن يكون هناك صفقة ما صفقة تركيا روسية لأنه ممكن أيضاً أن نضع المعطى الآخر تسليم قوات سوريا الديمقراطية مناطقها للنظام ممكن أن يدفع بتركيا باتجاه أيضاً روسيا والتحالف معها أيضاً خاصة في موضوع إدلب ما رأيك؟ نعم هذا ما أردت أن أقوله رغم أن هناك اتفاقاً جمع بين روسيا وإيران وتركيا في مسار الأستانة إلا أن ذلك لا يخلو من تنافسية بين هذه الأطراف والآن بدأت التنافسية تنتقل ربما إلى مرحلة الندية وليس بعيداً عن ذلك الدور الأمريكي الذي ربما أعطى الضوء الأخضر لقوات سوريا الديمقراطية بأن تذهب وتعلن المفاوضات والعلاقات مع نظام بشار الأسد وربما يصل هذا النظام إلى الحدود التركية في شرق نهر الفرات على الحدود التركية وهذا ربما أحد الخطوط الحمراء التي لا تفاوض عليها تركيا كون أن عدوها كان واضحاً في هذا الملف بشكل كامل أيضاً هناك نقطة إضافية وجداً مهمة هي نتائج القمة التي حصلت مؤخراً بين الرئيس الأمريكي من جهة والرئيس الروسي من جهة يبدو أنه لم يكن هناك اتفاقاً كاملاً بين الطرفين حول الملف السوري وهذا ربما أعطى مساحة أكثر للأتراك للتحرك في العودة إلى ملف إدلب ربما السيناريوهات المتوقعة لهذه المحافظة لهذه المنطقة كلها ربما هي تعكس قياساً مدى التفاهمات بين الطرفين السيناريو الأول الذي هو يعد السيناريو الاقتطاع الجزء أي يسيطر النظام السوري مدعوماً بميليشيات إيران وسلاح الجو الروسي على بعض الخواصر هذه المنطقة كما تحدث الضيف الكريم نتحدث هنا عن أجزاء من جبل التركمان في ريفة اللاذقية وبعض الأجزاء من ريف حماء الشمال التي تعد هذه المنطقة ما خلفها هي مناطق ما يسمى بالخزان البشري الأساسي لشبيهة نظام بشار أثر هذا السيناريو يحمل في طياته بعداً اقتصادياً كاملاً وهو الاستراد ما يسمى استراد الامفايف الذي يربط محافظتي حلب بحماو يومور من مدن سراقب وخان شيخون ومعارة النعمان يصل هذا الاستراد إلى معبر نصيب الحدود مع درعة وبالتالي تفعيل هذا الطريق ربما يعود بريع اقتصادي على الدول الثلاث الأردن وسوريا وتركيا وأحد السيناريوات الاقتصادي المتوقعة إلى هذه المنطقة أما السيناريو الثاني الذي يبدو أنه مستبعد نوعاً ما نظراً للظروف الميدانية هو أن تتم السيطرة على المنطقة بشكل كامل وأعتقد أن الأتراك والظروف الميدانية حتى العسكرية لا تسمح بأن يطبق هذا السيناريو على الأقل في الوقت الحالي عميد أحمد رحال هل تعتقد أن هذا السيناريو هو السيناريو الأقرب إلى الواقع قدم أجزاء من محافظة إدلب والسيطرة على هذه المناطق الحيوية بالنسبة للنظام وأريد أيضاً رأيك بخصوص دعوة ما يتم تدول يعني كلنا نتحدث هنا عن تكهنات لا نعرف مدى جديتها وحقيقتها دعوة تركيا الفصائل وحكومة الإنقاذ وأيضاً أطئاف المعارضة الأخرى إلى تسليم الفصائل أسلحتها الثقيلة في محافظة إدلب وتشكيل جيش وطني هذا الجيش مهمته فقط هو حفظ الأمن وإدارة محافظة إدلب مدنية المصحة أيضاً هذه الأنباء تفضل يعني دعونا نبدأ ونقسم موضوع إلى سلاسة أجزاء الجزء الأول بالجزء السياسي والضغوطات التي تمارس اليوم على إدلب يعني اليوم تركيا أو الدول بشكل عام والجميع يدرك أنها ليست جمعيات خيرية وأنها تتعامل وفق معيار المصالح اليوم هناك من يقول من أن هذه الضغوط العسكرية وبعض المرغبات التي تقدم لتركيا من أن المشروع الكردي قد انتهى ومن أنه قد يعود النظام إلى الحدود السورية التركية في منطقة شرق الفرات وبالتالي زوال الخطر الكردي مع بعض الضغوط على تركيا يمكن أن تؤدي إلى بعض التنازلات هذه التنازلات اليوم يتم الحديث علىها على أنها تختص باقتطاع جزء من سهل الغاب وبجزء من أرياف حمى لفتح طريق أو الأستراد حلب اللازقية لكن ليس عبر الطريق القديم الذي يعبر باتجاه ريحة وأورميجوز ووصولا إلى إدلب ومدينة حلب بل أن يصل إلى محمل ومن ثم يفترق شرقا باتجاه أستراد دمشق ويلتقي معه لكن هذا الأمر يحتاج إلى السيطرة على جبل الأكراد ويحتاج إلى السيطرة على سهل الغاب ويحتاج إلى السيطرة على الريف حمى وبالتالي هنا تأتي المعادلة هذا الأمر متروك حتى الآن ولا يوجد أي تقييم أو لا يوجد أي تصريح تركي بهذا الشأن موضوع تسليم السلاح هذا الأمر عرضه الأتراك من أنه عندما كانت هناك تهديدات في السابق لإدلب قالت تركيا من أن هذه المنطقة تخضع لمنطقة خف التصعيد ومن أنها مستعدة لسحب السلاح السقيل والمتوسط وتحويل الفصائل إلى قوى أمن داخل لتستطيع ضبط تلك المنطقة بعد اتخاذ إجراءات تخص هي التحريي الشام التي تعتبر أحد مطالب أسترى وبالتالي أنا أعتقد أن هذه المطالب قد زر الزمان عليها وانتهت اليوم الحديث ما هي المناطق التي يمكن أن يعود إليها النظام كيف يتم فتح استراد دمشق حلب كيف يتم فتح استراد اللازقية حلب أي بمعنى اغتطاع بعض الأجزاء بموافقة تركية يعني منعا أو درعا لعمل آخر يمكن أن يكون عمل عسكري ويستهدف كامل المنطقة بكل الأحوال فصائل المنطقة الشمالية قادة الشمال يقولون نحن نتكل على الضامن التركي ونسق بوعوده لكن هذا لا يمنع من الاستعداد لا يمنع من إنشاء غرف العمليات لا يمنع من إجراء التدريبات والتوحد وخوض المعركة إذا مفرضت عليها سيد سعد هذا التهويل الأعلامي والتهديدات من جانب النظام تأتي عشية النسخة العاشرة لاجتماعات أستنى كيف سيؤثر ذلك على المسار السياسي خاصة أن روسيا باتجاه الأعلان عن اللجنة الدستورية باعتبار إنجاز بالنسبة لها وتجاهل المتطلبات طبعا المعارضة المتعلقة بملف المعتقلين نعم منتشيا النظام السوري ومعه أيضا روسيا بالمكتسبات العسكرية التي حققوها على الأرض خلال أشهر الماضية ولا سيما السيطرة على الأجزاء الكبيرة من منطقة الجنوب السوري والسيطرة على معبر نصيب الحدود مع الأردن وبكل الأحوال نستطيع القول أن هذا مسار الأستانى الذي ابتدعته موسكو في محاولة لجرع العسكرين إلى طاولة المفاوضات بقيت تقريبا جميع خيوط هذه اللعبة بيدها رغم التنافس الكبير الذي كان بمسار جنيفة الذي ارتضته المعارضة السورية ودعمته الأمم المتحدة ومعظم الدول المعنية في الملف السوري على هاتين نقطتين ربما الآن تحاول روسيا أكثر إيجاد بلورة للتفاهمات التي أجرتها مع تركيا وربما تزيد من الضغوطات على تركيا في هذا المؤتمر في محاولة منها لاستنساخ ربما اتفاقية جديدة أو تفاهم جديد حول هذه المنطقة في نظر روسيا أن الأمور في سوريا في خواتيمها لصالح النظام والروسيا هذا في ذهنهم وأنه بقية الإشكالية فقط هي في منطقة الشمال السوري تحديدا في إدلب والأريافة المحيطة فيها وربما الانتقال لاحقا للحديث حول منطقة عفرينو ومنطقة درع الفرات أما منطقة شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الملوات المتحدة الأمريكية فتأتي الأمور في مسار مختلف مسار مباشر مفاوضات مباشر مع النظام السوري والتركي يراقب ذلك بكثب حول هذه المنطقة الآن ربما إذا نحاول أن نقول ماذا سيجري في أستانا أو ماذا ينتج عنه لا أعتقد أن أستانا العاشر أستانا الجديد سوف يختلف كثيرا عن سابقه ربما هي فقط إعادة للتفاهمات إعادة الحديث عن بعض الجزئيات حتى الإشكاليات القديمة التي جرى عنها في الاجتماع السابق الآن تحاول روسيا حتى في هذا الاجتماع بل ورد ما يسمى في اللجنة الدستورية التي تحاولت عادتها في الفترة الماضية شكرا جزيلا لك من غازي عنتاب سعد الشارع الكاتب والمحلل السياسي ومن الصنبول المحلل العسكري العميد أحمد رحل اشتركوا في القناة